القاعدة الثالثة أو الشباة الثالثة يظن بعض الناس أن الشرك فقط في عبادة الأصنام أما عبادة الصالحين عبادة الملائكة عبادة الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام يظن أن هذا ليس بشر الشرك فقط محصول فقط في من يعمل الرسول فيقول أن العبادة الأصنام وأقول أما عبادة الصالحين عبادة الملائكة هذا ليس بشر نقول أن الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين الشرك في عبادة الأصنام والشرك في عبادة الصالحين والشرك في عبادة الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام والأذلة كثيرة من الكتاب والسنة في أن الله كفر من عبد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام من عبد الملائك ومن عبد الصالحين فلا فرق بين الشرك والشرك أمر الله بعبادة وأنا على الشرك بجميع أنواع القاعدة الرامع الأخير الكفار الذين أبعد منهم النبي صلى الله عليه وسلم كان لديهم شرك في السراء وقت السراء وقت النعمة وقت الرخاء يشركوه نبي قيمت لله والإذن الله يقول من الكفار مكادر بيت ونهاره وعلى الله برهنه وعيو تي كفار وليه الله برتيشين بكي لقرباته ونزيكم على مدره أما عند الشدة عند الضرورة عند الحاجة يخلصون لله سبحانه وتعالى ولا وشركوه رقش لردوكم على مدره الله برتيشين أهل الشرك في زماننا نسى الله العافية والسلامة شركهم في السراء وفي الطرق فهم أشد من الكفار الذين أبعد منهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلابدنا أن نحذر الأهل الشرك في زماننا نقول أنتم أشركتم في السراء والطراء والكفار الذين أبعد من النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم